هلو شوانكم؟ الحمد لله وعلينا وعليكم إن شاء الله الله يخليش حبيبتي شوانكم والله الحمد لله الحمد لله أولادي عدي بعد ولد صغير تعالي مننا خلي وجهت يكون على الكاميرا حمزة طالع وراي هذا الدبلو مطالع أستروح نسالفويا والله الحمد لله زينة الحمد لله هاي يعني شوية تعب وابنها ما تكمل الوانضان كلها صعيب ما شاء الله صمت يا عيني هاي الحمد لله انت بطل اسمي عز الدين عز الدين تسم صيام عصافير أو صيام كبار لا كبار شوان بطل يعني ماكو مننا مننا لا لا الحلويات مننا صمونا بالغلط لا أبد 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 عافي عليك يا صف أنتت أنا صف رابع رابع يعني شطور لو كستون لا شطور ايش قد درجاتك عشرات عشرة ايه كلها هو عاهد أبو يعني من يعني استشهد أبو ضابط بالجيش ايه فاستشهده كان بالأول ابتداء حتى ما ما أخذ شهادة الأول حبيبي والله يا عمري أصغر طفل شقد عمره عندي؟ والله الزغرية عموية سنة استشهد ليش راح تبتين تريد فتتيني قبل العين بس والله يعني قتلك أنا يعني وضعيتي تختلف لأنه كل شي ما حصلت هو استشهد واحنا يعني كل شي ما حصلنا يعني كل شي ما حصلت بديت أشتغل لأنه يعني فعلى مد أكفي أهلي وأكفي مصارف أولادي فبديت أشتغل بالمحامة وهاي عليها الله يسلمش حبيبيتي وفقت ويجعلت خيمة يعني من هاي خلال قناتكم أنا أشد رئيس الوزراء أنه يباوع على حالتي لأنه أنا يعني لا عندي أخ ولا عندي أبي أبو يتوفى وما عندي أحد زين فأتمنى أتمنى يباوعون على حالتي أتمنى يعني وهو رائد بالجيش أمو قليل أي والله صحة وعافية ورزق اللي يخليك حبيبيتي الله يعودك خير الله يخليك حبيبيتي الله يسلمش شلون رمضان ويعت شلون روتيني وش رمضاني والله هاي أنا وحل الدوام أوجع محامية أوجع ألتاف الأولادي وأمو ويايا زين أمو بس والدتي وأختي وإحنا بالبيت وحدنا فسكنت ويا والدتي هسا إحنا يعني ويا أمي كلها وياها بس أنا أتمنى يعني هم أبني تشبير يقول ماما إحنا شوكت شوكتي صعدنا بيت وحد شوكتي أي فيعني هاي أتمنى يعني من خلالها قناتكم بيوصل صوتي لأنه حاولته تعبته وما وصلت أي شي إن شاء الله صوت تشوصل وتشوفي نتيجة وحل يا رب كم طفل عندك؟ ثلاثة هو هذا تشبيه وبنتي وصغير وابني أصغر من هاي بنتي أي والله أحو عافية إن شاء الله يارب يحفظك لهم ويقويك حتى تقدرين أنت على الدنيا لأن الدنيا لا تريد لها واحد يبتشيل أي والله واحد مصح صح ليه أساني شده أفتاد أشتري لهم ملابس للعيد نعم هل تشتوت حظرهم؟ أي هل تفليساتش للعيد؟ أي طبعا لازم أحضر أنا بديت من من منصور وبعدين أجيت له رواد بس مدى يعني مدى ألقى هل تشتريه لنطقم واحد لو عدة ملابس؟ آآ لو عدة آآ لبسة؟ آآ يعني أحددت لليبستين قلت أشتري له آآ وبعد البنتي اشتريت لها بعد ابنيها مات وتأخذ لبعد لبسة له آآ عادة أنت من وين تتسويقين؟ من المنصور لو أكو مناطق ثاني؟ آآ من المنصور أكثر شيء أي والله حلوة المنصور بها هواية محلات لطيفة أنا شوفها أم الغني والفقية أي صحيح والله سيد الحليب تلقيها موسيقى؟ أي والله صحيح أي صحيح الله يرزقنا ويرزقكم الله يسلمك الله يخليش إحنا شرفنا ما عرفتش والله أنا إلي الشرف تعالي شوية مننا حتى نطلع جميلات وأسألي السؤال عادة أنت من الأمهات اللي تكون عصبية وحادة ويا أولادها بالتعامل والتربية لو سلسل؟ آآني هي شو هيش تدوي ليش؟ لأنه أنا لا عدهم عم ولا خال لأنه هو الوحيد الأهله من استشهد وأنا ما عندي أخوان فأني كله كله آني فلازم أصروا إياهم حادة بنفس الوقت أصروا إياهم حنينة مرات أنقر بس أقول لا لازم حتى يتربون صح الله يقويك إن شاء الله في الدول أنا أريد هدية لهذه الأم المجاهدة الله يقويك ويفرح قلبك ويعوضك خير وبركة إن شاء الله يا رب العيد يمر عليك بسلامة وأمان ومحبة أنا وعليكم إن شاء الله يا حبيبتي هذه هديتين إلتش والأختش مقدمة من آيدل بيوتيب حي الجامعة عطر من وكالتهم تستخدموا بالهنة وبيخصهم عشرين بالمئة لأي شي تشتروا من المحنة شرفنا معرفتكم الله وحبيبتي وهذه هدية مقدمة من أوسكار لتجارة الأخشاب وأكسسوارات المطابق عنوانهم شارع فلسطين مقابل وزارة الداخلية تتواصلوا إياهم على مواقعهم على السوشال ميديا تتصلين بيهم تروحين تستلمين هديتش بالم حبيبي الله يعافيك شكرا الله يسلمك سلامة يا بطل سلامة حبيبي أنت